في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع طلاب المصريين في كرغزستان على خلفية المشاجرات والاعتداء التي انخرطوا فيها مؤخرا أفادت الخارجية بأن السفارة المصرية في كازاخستان نجحت في احتواء وإنهاء أزمة طلاب المصريين بشكل نهائي حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين ومن استحبهم إلى مقر إقامتهم وأفادت الخارجية أن البعثة القنصلية المفادة إلى كرغزستان التقت مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالب مصرية حيث نجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميا حيث وفق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرا إلى مصر كما تم سماحه لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الإجازة الصيفية